السلامة المرورية هدفا أساسيا للإدارة العامة للمرور والتي تعمل على تحقيقها عبر الحضور الميداني من أجل تقديم خدمات مرورية بدرجة عالية من الجودة والسرعة والإنجاز وفي هذا الإطار جاء قرار معالي وزير الداخلية بتنظيم إعهاد تنفيذ بنود عقد التأمين في وقاع التلفيات المتصالح عليها إلى ممثلي شركات التأمين المختصة دون الرجوع للإدارة العامة للمرور وذلك لتحديد المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات ومن المتوقع أن يسهم القرار إلى مزيدا من السلامة المرورية وانسيابية الحركة فضلا عن ملامسة السرعة والسهولة في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين صدر قرار وزير الداخلية رغم 21 لسنة 2021 في إعهاد هذه الحوادث إلى قطاع التأمين ونقصد بها الحوادث البتصالح عليها أو المتعرف عليها هي الحوادث اللي يكون هناك اتفاق بين أطرافها ولم ترتبط بمخالفات جسيمة لقدر الله وفاء أو إصابات أو بدون رخصة أو قطع إشارة حمراء أو مثلات من المخالفات الجسيمة بعد التورط في الحوادث أو الوقوع الحادث بإمكان أطراف الحوادث التوجه رأسا إلى شركات التأمين الطرف المتضرر بإمكان التوجه إلى شركة التأمين للطرف المتسبب إذا كان الطرف المتسبب طرف ثالث أما إذا كان هو تأمين شامل أو فلبيمة الذي يمكن أن يتوجه إلى تأمينه وشركات التأمين ستتولى تنفيذ بدون عدق التأمين وتصليح المركبات دون تدخل لدارة العامة المرور وضمن دورها التوعوي من المقرر أن تتوجه الإدارة العامة للمرور نحو إطلاق حملة توعوية لتعريف سائقين مركبات بالإجراءات التي تطلبها المشروع في إطار العمل على تسهيل إجراءات مباشرة الحوادث المرورية وسرعة تخليص متطلباتها مع شركات التأمين من خلال تنفيذ بنود عقد التأمين مع الإشارة إلى أن الأمر يتطلب تعاونا والتزاما من قبل سائقين مركبات وصولا إلى تحقيق السلامة المرورية بمعناها الشامل